بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله إخواني معكم أخاكم في الله وعتجاني إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يعني دائما مع المواضيع الجديدة والمعلومات المفيدة إن شاء الله إخواني في الفيديو الأخير الذي ذكرت فيه يعني الطريقة المثلة للتسميع للتسميع الطيون إن شاء الله والطريقة كما ذكرت آنفا أو سابقا أنها طريقة جد فعالة وكما لا أخفي عليكم إخواني أن الطريقة هذه يستعملها باطل عالمي في التسميع يعني مش مجرد كلام خوتي العزال بالنسبة للناس اللي تعليقاتها سيئة أو سلبية كما نقول خوتي هذه الطريقة نحن نجتهد ونجيب لكم معلومات سهلة إن شاء الله المهم إخواني طريقة ما شاء الله جربوها ورحموا إلينا إن شاء الله راح تشوفوا النتجة بعينيكم إن شاء الله كما قلت لكم تسمعوا ليل ونهار ولكن في النهار يعني تزيدوا الصوت وفي الليل تخفضه يعني الماكسيموم الماكسيموم حتى لا تزعجون الفراخ يعني حتى الفراخ تتنام عادي ترقد عادي ولكن في نفس الوقت يعني تجي هذيك الرنان الخفيفة هذيك الرنان حنينا حنينا ما تدرون جيهاش سيئة إخواني الأعزاء بم بزافنا سألوني مواعات كم مدة التسمع سؤال في محلي أنا يعني ما مذكرت لمدة التسمع لأنه ظنن مني أنه أمر معروف أخوتي العجز مدة التسمع سهلة سهلة تسمع يعني حتى اللي الفرخة تتاعك هذا حتى اللي يصفيغناه حتى اللي يصفيغناه تماما صحيح أخوتي يعني مثلا أنت عندك فرخ فيه أمره شهر وتسمع 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 مثلا يقف العام والله عام وشهرين والله عام وشهر ويصفيغناه تماما تحبس لوداك الوقت تسمع عندك مثلا الفرخ فيه أمره وربع شهر كيف يصفي غناها مئة بالمئة تحبس الغناء هذه هي المدة تختلف تختلف بحسب التصفية الغناء هذا سؤال كان مهم تسمع وتسمع تسمع تسعة شهور عشر شهور عام ونص حتى يصفي كل غنائه وهذه الطريقة صالحة للكناري والمقنين وكل الطيور التي تسمع السلام عليكم